بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الثانوية العامة العزاء أهلا مرحبا بكم وحلقة جديدة وبرنامج مع دراسة على الهواء واللغة العربية لغة إذا نزلت على أسمعينا كانت لنا بردا على الأكبادي ستظل رابدة تؤلف بيننا فهي الرجاء لنعطكم بالضغط في البداية يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا دكتور محسي العربي كبير معلمين بوزارة التربية والتعليم أهلا بك دكتور أهلا بك والصلاح في البداية عذاء واجب تعزي أسرة قناة النيل التعليمية الفقيد اللواء محمد الشوادي الأخ الأكبر لأستاذ سامح الشوادي مدير عام البرامج بقناة مصر التعليمية وتدعو الله أن يتغمض الفقيد برحمته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان أستاذ محسين في البداية تحب تقول حاجة يعني زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراق ميتنا لمحزونون ولكن لا نقول إلا ما يرد ربنا إن لله وإن إليه راجعون طلاب السنوال عم الأعزاء أخذنا في الحلقة السابقة التكافر الاجتماعي في الإسلام بدأنا في نص التكافر الاجتماعي في الإسلام وهو النص من النصوص النثرية كما قلت لكم لدينا هذا العام نصوان نثريان التكافر الاجتماعي في الإسلام والكنيسة نورت التكافر الاجتماعي في الإسلام نص لأحمد حسل الزياد وهو نص جميل لكن طويل شوية خدنا حوالي نصف النص في الحلقة السابقة مع دكتور ريدا كامل واليوم نكمل ما بدأناه مع دكتور محسن العربي في نص تكافل اجتماعي في الإسلام دكتور محسن لو حبينا بس نظرة سريعة احنا نتكلمنا بس على الجزء اللي تم شرحه في الفترة السابقة يعني الأديب أحمد حسن الزيات رسم صورة لعلاج الإسلامي للفقر الذي كان منتشرا في شبه الجزيرة العربية واستطاع أن يهزمه في معقله ومن ثم أصبحت هزيمته في غير هذا المكان أيسر وأسهل وقدم لنا رؤية إسلامية لعلاج مشكلة الفقر ونتابع في هذه الحلقة ما كنا قد بدأناه في الحلقة الماضية من مسألة علاج الإسلام للفقر وتتضح في هذه الفقرة التي سوف تظهر أمامنا على شاشة بعد قليل اسمح لي يا دكتور عشباس اللي ما تابعناش في الحلقة السابقة هو أتكلم الكاتب أحمد حسن الزيات عن أن الإسلام استطاع في الجزء الأول من النص استطاع أن يتعامل مع الفقر بنظرة الخبير الذي يعلم أن الفقر هو أصل كل داء ومصدر كل شر فبدأ وكأنه يتعامل يعني الإسلام مع الفقر على أنه يعني أصل كل داء فنزلت الدعوة العظمى على محمد صلى الله عليه وسلم وكأن الإسلام لم ينزل إلا ليقضي على الفقر ولو نظرنا نظرة سريعة إلى هو زي بيقولك ولو ذهبت تقصى الآيات اللي نزلت في القرآن التي تدعو إلى الصدقات والزكاة لظننت أن الإسلام لم ينزل إلا ليقضي على غوائل الفقر وجرائر الجوع فالآيات اللي بتتكلم عن الصوم الصوم أربعة والحج بدعة عشر والصلاة أقل من الثلاثين أما الزكاة والصدقات تربوا على الخمسين وهذا يظهر أهمية الركن الثالث وهو الزكاة في قضية علاج الإسلام للفقر وسوف نشير في الفقرة الرابعة إلى علاج آخر غير الزكاة أشار إليه الكاتب وكان في الفقرة الثانية قد تحدث عن صورة للمجتمعات الإنسانية وخاصة المجتمع العربي قبل ظهور الإسلام كيف انتشرت الشرور والمفاسد في هذا المجتمع وكيف جاء الإسلام ليقضي عليها وهو موضوع حديثنا الآن تمام بوادر الإصلاح بالضبط هو كان زي ما قال دكتور محسن كده أظهر كيف نزل الإسلام في شبه الجزيرة العربية وهو اختار الإسلام شبه الجزيرة العربية لأنها كانت أقوى الأماكن فقرا وأشح البلاد واختار رسوله صلى الله عليه وسلم فقيرا ليحارب به الفقر وكأن الإسلام أراد أن يظهر قوته في القضاء على الفقر وبيظهر كيف كانت مجتمع شبه الجزيرة العربية كان مجتمع بسبب الفقر انتشرت فيه إصارة الغرائز وانتشار الربى والسحت اللي هو المال الحرام وقتل الأبناء وأثرة الأغنياء والنزول المرء إلى الدرك الأسفل من حياة البهيم الحيوان بسبب وجود الفقر حنشوف بقى بوادر الإصلاح هيعمل إيه الإسلام في هذه الشرور والمفاسد والموبقات والأمراض الاجتماعية التي كانت منتشرة في شبه الجزيرة العربية تمام ثم كانت بوادر الإصلاح الإلهي أنقلم أظفار الفقر وأسى كلوم الفقراء وقمع جرائر البؤس فألف بين القلوب وآخى بين الناس وساوى بين الأجناس وعصم النفوس من القتل الحرام وطهر الأموال من الربى الفاحش ثم عالج الداء الأزلية نفسه بما لو أخذ به المصلحون لوقاهم شرور هذه الحروب التي أمضت حياة الناس وكفاهم أخطاء هذه المذاهب التي قوضت بناء المجتمع هذه هي الفقرة الأولى التي نتحدث عنها اليوم طيب المفردات يا دكتور لو حبينا ننظر نظرة سريعة عن المفردات طبعا ثم حرف يفيد التراخي يعني فيه فترة موجودة أستاذ صلاح ما بين ظهور الإسلام وما بين انتشار هذه المبقات تمام بوادر جمع بادرة والبادرة هي مقدمة الشيء أو مفتتح الشيء الإصلاح ده مصدر من الفعل الرباعي أصلحة يعني أصلح يعني أزال الفساد الإله نسبة إلى الإله وهو كل ما اتخذ معبودا والتأليه معناه القول بوجود إله مدبر للكون أنقلم قلم يعني قص وقطع وأزال وأضعف وأزل أزفار جمع زفر وتجمع كلمة زفر على أزافر وأزفار طيب إيه الزفر ده مد قرنية في نهاية الأصابع وأسى يعني عالج كلمة أسى يعني عالج أو داوة والمراد أمرد كلهم المضاد أمرد ما هو العلاق ضد المرض كلوم جمع كلمة والكلمة هو الجرح إذن كلمة كلوم معنها جراح الفقراء جمع فقير وهو الذي لا يملك من المال إلا القليل ومعلوم أن هناك فرقا بين الفقير والمسكين وقمع قمع يعني قضاء وأنهى ومنع وقهر جرائر جمع جريرة والجريرة هي الجناية إذن جرائر يعني جنايات البؤس معناه الفقر أو المشقة الفقر الشديد أو المشقة ويجمع البؤس على أبؤس فألف يعني جمعا وأوحدا أو آخا ألف ووحد آخا يعني جعلهم كالأخوة أو صادقة بين الناس كلمة الناس نكشف عنها طبعا يا أوسل صلاح في نوسا وهي اسم للجمع من بني آدم وليس لها مفرد من جمعها من اللفظ بتاعها يعني ليس لها مفرد من لفظها وساوى يعني جعلهم سواسي بين الأجناس دي جمع كلمة جنس وتجمع جنس على أجناس وجنوس والجنس أشمل من النوع والجنس في الكائنات الحية الزكر والأنسة عصمة يعني حما وحافظة وواقع النفوس جمع كلمة نفس وتجمع نفس على نفوس وأنفس اللي هي الروح أو ذات الشيء من القتل القتل معناه القضاء على الحياة أو إزهاق الروح الحرام الذي حرمه الله تبقى من حرام حرم وطهر يعني جعلها طاهرة طهر فلان فلانا يعني برأه ونزهه من العيوب الأموال جمع مال والمال يسمى بالمال لأنه يميل عن الإنسان إلى غيره وما يستخدمه الإنسان ويعتمد عليه في تصريف أمور الحياة من الربا الربا معناه الفضل والزياد وكشف عنها في المواجم في رباوة ومال في مولا نعم طيب الفاحش معناها القبيح الفاحش القبيح وتجمع على فواحش فواحش ومفرد فواحش فاحش وفاحش عالجة يعني داوة وقلنا ضدها أمرضة الداء معناه كلمة الداء المرض وتجمع على أدواء لكن دواء تجمع على أدوية وهذا كنا قد أشرنا إليه عند دراسة نص المساء وهنعرف أن كلمة الداء زي ما عرفنا في الحلقة الماضية معكم في حضور الدكتور رضا كامل أن الداء فيها استعارة تصرحي كلمة الأزلي يعني القديم العريق نفسه يعني عينه بما يعني باللذي يبقى ما موصوله بمعنى اللذي لو أخذ به يعني تمسك به المصلحون يعني الذين يريدون إزالة الفساد لوقاهم يعني حماهم وحفظهم شرور جمع شر والشر هو الذي لا يستريح الإنسان قبل فعله وإذا فعله يكره أن يطلع عليه الناس هذه الحرق من حرب اللي هي القتال بين فئتين والحرب معناها الويل والهلاك أيضا التي أمضت يعني أحزنت وآلمت حياة الناس التي أمضت حياة الناس يعني نمو الناس وبقاء الناس وكفاهم يعني حفظهم وأبعادهم أخطاء جمع خطأ وهو ضد الصواب أخطاء هذه المذاهب جمع مذهب والمذهب هو الفرقة أو الطريقة التي قوضت يعني هادمت بناء المجتمع يعني كيانة المجتمع وطبعا المجتمع اسم كان من الفعل اجتمعا وهو موضع اجتماع الناس كانت هذه هي المفردات في عجالة فما المعنى الذي أراد أن يوصله الدكتور أحمد حسن الزيات إلينا من وراء هذه الجمل والكلمات بصراحة دكتور حضرتك مش في عجالة ده في يعني تمهل شديد يعني خلاني أنا يعني كشرح يعني الأمر خلاص الطالب اللي هو نظر لحضرتك وشاف المعاني بالتفصيل يبقى هو هيقدر يشرح لكن احنا نظرة عما نقدر نشرح هو طبعا سؤال الشرح ما بيقولكش اشرح مباشرة ولا يجي يقولك دوقتي انصر لأنه هو نثر أصلا أمال هيجي يقولك مثلا ما الأفكار التي تحتوي عليها هذه الفقرة أو يجي يقولك مثلا استطاع الإسلام أن يعالج الفقر بين الطرق التي استطاع بها أن يقضي عن الفقر طيب هو هنا بيقولك ثم كانت بوادر إصلاح الإلهي أن قلم أصفار الفقر استطاع أن يقضي على الفقر وكأن الفقر كان وحشا استطاع أن يقلم أظافره طب ازاي؟ إن هو ابتدى يداوي جراح الفقراء ويقضي على مصائب الحزن والألم فألف بين القلوب يعني ليس طريقة الإسلام في القضاء على الفقر لم تكن فقط بالزكاة والصدقات ولكنه استطاع أيضا أن يحبب بين الناس ويجمع ويساوي بين الأجناس فالجميع متساون أمام الدين أبيض وأسود غني وفقير يعني لم نسمع في شعار الإسلام الصلاة واجبة على الجميع فليس الغني أقل من الفقير أو الغني أفضل من الفقير في لا صلاة ولا حج ولا سيام ولا غيره ساوى بين الأجناس وحبب بين الناس هذه طرق أخرى غير الصدقات والذكاة للقضاء على الفقر وحسم النفوس من القتل الحرام وإحنا قلنا أن شبه الجزيرة العربية كان منتشر فيها بسبب الفقر قتل الأولاد خوفا من الفقر ولذلك نزلت الآية الكريمة ولا تقتل الأولاد ده بيوضح كده تسلسل الأفقار بتاعته يا أستوال صلاح وترابطها عشان هو أشار في الفقرة الثانية إلى العيوب الاجتماعية التي كانت موجودة في المجتمع فهنا بيّن دور الإسلام في القضاء على مثل هذه العيوب نعم فجاء وكأنه يظهر كيف كانت شبه الجزيرة العربية ثم كيف أصبحها بعد وجود الإسلام حمى النفوس من القتل الحرام لأن كان يوجد قتل الأولاد ونزلت الآية الكريمة لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياهم وهو حمى النفوس من القتل الحرام وطهر الأموال من الربا الفاحش برضو كان قال لنا أن الربا كان منتشر في شبه الجزيرة العربية جاء الإسلام فطهر الأموال من الربا الفاحش ثم عالج الداء الأذلي نفسه إيه الداء الأذلي ده؟ الفقر طب إزاي عالج الداء الأذلي ده؟ يعني هو خد مشي بطريقة لو المصلحون في العصر الحديث مشوا بهذه الطريقة الآن لاستطاعوا أن يكفوا البشرية من شرور الحروب المنتشر الآن الطريقة والمنهج والأسلوب الذي استطاع به الإسلام أن يقضي على الفقر لو مشينا به الآن أو استطاع المصلحون أن يأخذوا به الآن لاستطاعوا أن يعني يبعدوا عن البشرية كل الحروب وكل الآلام التي استطاعت أن تؤلم المجتمع وتؤخر البشرية وتؤخر بناء المجتمع هذه الحروب لو مشى المصلحون بنفس الطريقة التي مشى بها الإسلام للقضاء على الفقر سيستطيعون أن يقضوا على تلك الحروب التي أمضت حياة أتعبت حياة الناس وقودت بناء المجتمع أي استطاعت أن تعيد المجتمع إلى الوراء يعني جملة بين خوسيني أستاذ صلاح هذه دروس دليغة لعلماء الاجتماع وللمصلحين في العصر الحديث وفي الوقت الراهن للقضاء على مشكلة الفقر تلك المشكلة التي تجعل الحروب قائمة ومنتشرة بين الأمم والشعوب يعني دميل حتة دي د. محسن يعني ممكن يجي سؤال بقى هنا من خلال كلام أستاذ محسن يجي يقول لك في الفقرة السابقة مثلا بعض الإرشادات لعلماء الاجتماع في العصر الحديث للقضاء على الحروب أو بعض الإرشادات للمصلحين في العصر الحديث تبقى معناها نطلبها إيش رح كده أستاذ صلاح من خلال الفكرة بتاعته من خلال الفقرة ومن خلال السطور التي وضعت أمامه في ورقة الامتحاد أستاذ صلاح هو يعني بدأ بكلمة سمة هنبتدي التحليل نعم هنبتدي التحليل الأدبي طيب حديثك هتجيب لي يعني حديثك هو قال سمة كانت بوادر الإصلاح يبقى هو عرض لحاجة وبعدين فيه انتقل اه انتقل إلى شيء آخر والانتقال يحتاج إلى يعني فترة ربما للتفكير في كيفية المعالجة وكيفية القضاء على مثل هذه المشكلات التي كانت منتشرة في المجتمع العربي قبل أن يبزغ ضوء الإسلام كانت بوادر الإصلاح الإلهي أن قلم أظفار الفقر هو هيجيب لي الإصلاح الإلهي عمل ايه وعمل ايه الطالب هو بيتزوج كده وفي الصلاح هيحصل على يعني الكثير من الاستعارات المكنية شوف الإصلاح الإلهي قلم هنبتدي بالصور الجمالية حدث نعم طب تفضل الإصلاح الإلهي طبعا هو وصف الإصلاح بأنه إلهي ليبين عظمة هذا الإصلاح لأن هناك إصلاحا يأتي من البشر وربما يكون يعني ليس للصالح العام وإنما ليجذب الناس إلى أنه قد فعل أو ايه أو أحسن أو أزال لكن الله لا يريد من البشر شيئا وإنما يريد الخير للبشر فهذه عظمة عظمة الإصلاح ليبين عظمة الإصلاح طيب أن ده هنا يفسر عمل ايه قلم الإصلاح قلم ده استعار مكنية سر جمالها التشخيص والإصلاح أسأ استعار مكنية سر جمالها التشخيص شبه الإصلاح بإنسان يعالج طيب والإصلاح قمع استعار مكنية سر جمالها التشخيص تعالش حدثك تقول لي أن دي صورة ممتدة ده ده احنا بعد كده هنجيب الصورة الممتدة في حاجة ده أنا بتكلم على الإصلاح الإصلاح قلم وأسى وألف وأخى وساوى وعصمى وطهرى وعالج طيب يبقى هذه صورة للإصلاح الإلهي بأنه واحد قلم أصفار الفقر استعار مكنية سر جمالها التشخيص الإصلاح أسأ كلوم الفقراء استعار مكنية سر جمالها التشخيص الإصلاح قمع جرائر البؤس أيضا استعار مكنية سر جمالها التشخيص وهكذا في ألف وأخى وساوى وعصمى وطهرى وعالج كون أنه هو يجيب لصفة من صفات المشبه به أصف الصلاح زي ما حضرتك تفضلت يبقى كده أنا قدام خيال ممتدة أو ترشيح ما هو شبه إيه الإصلاح بإنسان يقلم وإنسان إيه يعالج وإنسان يقمع شوف صفات أخرى للإنسان وإنسان يؤلف وإنسان يؤخ وإنسان يساوي وإنسان يعصم وإنسان يطاهر وإنسان يعالج إذن نستطيع أن نستنتج أن الخيال هنا في هذه الفقرة اعتمد فيه الكاتب أحمد حسن الزيات على الخيال الممتدة أو الترشيح الذي يقول معنى ويعمق الخيال لكن لو أفنى يا أصدر صلاح مع الإصلاح الإلهي قلم أصفر الفقر دقف عند كلمة أصفر الفقر الوحدة طبعا عندنا قلم أصفر الفقر دي استعارة مكنية برد حيث شبه الفقر بوحش له أظفار واستطاع الإصلاح الإلهي أن يقصها ويقضي عليها طب لو الطالب قال لي أصفر صلاح والرأيه لكم تشبيه بليغ من إضافة المشبه به إلى المشبه حيث شبه الفقر بالأصفار تمام تمام عشان ده تزوق طيب الإصلاح قلم استعارة مكنية سر جمالها التشخيص بس أنا شاف أصلا قلم أصفار الفقر يا دكتور هو هنا شابه الفقر بوحش له أصفار تمام أنا معاك أنا شابهوش بالأصفار أنا قلت ورأيه لك ورأيه لك على أساس العملية العملية سهلة برضو إن الطالب وصل لها لو هو جاتل في اختياري ولا حاجة يعني الآرب إيه إنه هو شابه الفقر تمام بوحش بوحش ما أنا بقول له والطالب قال كذا طيب هو شابه الإصلاح بأنه إنسان يقلم وشابه أصفار الفقر بأنها شيء ما دين يقلم ألا ترى هنا في قلمة أن الصورتان قد اجتمعتها في قلمة وهنا نحصل على خيال مركب تمام بس هي أصفار الفقر ما هو شيء ما دي تمام شابه أصفار الفقر ما أنا فاهم ما هو ممكن شابه الشيء ما دي بشيء ما دي بأسره جماله توضيح يعني هو قلم أصفار الفقر يعني قص أصفار الفقر بإنسان تقلم أصفاره ما نقولنا بوحش يا خلاص يبقى شابه أصفار الفقر بشيء بيعني إيه بشجرة تقلم فروعها ما هو إحنا بنزرع في الطالب اللي إيه التزوق البلاغي طيب أسا كلوم الفقر إحنا قلنا فيها استعارة مكنية ألا ترأوا سي الصلاح أن كلوم الفقراء فيها استعارة تصرحية كلوم دي المقصود بها متاعب اللي هي يقصد يقول إيه الجرح بتاعتهم شابه المتاعب بأنها كلوم وقمع جرائر البؤس طيب الله كلمة جرائر جمع والجمع بيدل على الكسرة يبقى هذا يدل على أن البؤس كان يعني الفقر الشديد أو المشقة كانت قد صنعت في المجتمع ما صنعته من يعني متاعب وآلام فهذا يبين عظمة الإسلام في أنه قضى وقهر هذه الجرائر وهذه الجنايات تمام فألف بين القلوب أستاذ صلاح نتعلم منك أن هناك مجازا مرسلا في كلمة القلوب لأن الإسلام لم يؤلف بين القلوب وإنما يؤلف بين الأشخاص أتى بالجزء القلوب والمقصوب به الكل اللي هو الأشخاص ده مجاز مرسل علاقته الجزئية تمام وسر جمال المجاز الإيجاز والدقة في خيار العلاقة والمبالغة المقبولة وآخ بين الناس شبه الإسلام بإنسان يوآخ طيب وساوى بين الأجناس إحنا شغالين مع الألوان البيانية علم البيان ساوى وعصم النفوس من القتل الحرام أيضا إحنا قلنا استعرى مكني وطهر الأموال من الربى الفاحش الربى الفاحش ممكن أقول فيها استعرى مكني أستاذ صلاح استعرى بإيه؟ الربى بأنه إنسان فاحش يعني يرتكب الفاحش يبقى استعرى مكني الفاحش إحنا قلنا معناها إيه يا دكتور؟ القبيح وتجمع على فواحش ممكن وصف الربى نفسه بالقبيح هذا ينفر يعني ما يقولك طب ليه وصف الربى بأنه فاحش لتنفر منه ما قيمة وصف الربى بالفاحش ثم عالج الداء الأزلي كلمة داء كما تفضلت أستاذ صلاح في الحلقة الماضية طهر بس يا دكتور طهر الأموال من الربى الفاحش حضرتك إحنا قلنا هنا صور الربى بشيء نجس نعم صور الربى بشيء نجس ويتم تطهيره يطهر يعني أنا لو قلت طهر استعرى مكنيها شبهة الإصلاح بإنسان يطهر ها؟ الأموال وشبهة الربى بشيء مادي مادي تطهر الأموال منه يبقى أنا حصلت على خيال مركب ثم عالج الداء الداء طبعا استعرفه صحيح شبه الفقر بالداء الأزلي طب هنا لما قال نفسه كده بيأكد الفكرة أيوة ده توكيب لرس وطبعا هو أكد الفكرة أقصى الصلاح زي ما قلت حضرتك الحلقة الماضية يعني معتمدا على أشياء كثيرة خلق لها برضه تمام بما لو أخذ به المصلحون لوقاهم شرور هذه الحروب وقاهم شرور يبقى ممكن أقول وقاهم يعني حماهم من شرور يبقى شبه الشرور بإنسان شرير يحمى منه ويعني هنبعد المجتمعات عنه التي أمضت حياة الناس استعرمك نيصور الحياة بشخص يتألم ويتعب ويحزن أمضت يعني أتعبت وألمت يعني يبقى شبه الشرور أو الحروب بأنها إنسان يؤلم وشبه حياة الناس بإنسان يتألم لاتنين يتركبوه في كلمة أمضت الرجل ده معروف بالخائل الممتد والخائل المركب وكثاهم أخطاء هذه المزاه أخطاء هذه المزاهب المزاهب لا تخطئ إذن من الممكن أن نكون أنا مستعارة المكنية شبه المزاهب بإنسان يتصب الخطأ هيبدأ يجيب لي اتنطب الوصف زي ما نعرف في الأساليب التي قوضت المزاهب قوضت يعني هدمت شبه المزاهب بأنها إنسان يهدم طب بني المجتمع عوصة الصلاح المجتمع دي احنا اتكلمنا فيها كتير يعني يعني بعض الكتب بتقولك استعارة مكنية كتير يعني أعتقد كل الكتب اللي شفتها كده دكتور يعني ويتمشي أنا شبيت المجتمع بالبناء يبقى تشبيه يبقى تشبيه يعني من راحة كده أنا شبيت المجتمع بالبناء على ذكرة كل الكتب كتبها استعارة مكنية بس أحقول برضو الرؤية عشان كده شهية طبعا احنا قلنا الاتنين موجودين شبه المجتمع عشان حتى لما بيجي يقول استعارة مكنية شبه المجتمع ببناء يوبناء هو بيشرح صح بيشرح صح لكن الكلام أصلا اللي انطلاق منه شبه المجتمع موجودة اتنين موجودين يبقى ده اسمه تشبيه تشبيه بليغ من إضافة المشبهة للمشبهة من إضافة المشبهة من إضافة المشبهة نعم لكن لما أجأقول بناء المجتمع شبه المجتمع نقول بمنزل يوبنا بمنزل يحسن أفضل يا دكتور ماش إنما هو برضو كاتبين إيه غريبة بناء بناء يعني أنا شايف إن هي تشبيه وتشبيه بليغ أفضل من الاستعارة المكنية لأنه لما قال مثلا الشاعر وتبني المجدة يا عمر بن ليلة شبه المجدة ببناء وهنا وهنا بنية عليها بنية عليها المجتمع في اللي جاي نعم بنية عليها المجتمع استعارة ما كنتش صبب بني المجتمع ببناء يوبنا لأن هنا ما في الفعل لأنه وقبل الفعل بدأ بليش الاسم المجتمع أصلا وقبل الاسم ما حزفش حاجة صح خلاص طيب المحسنات البديعية الرجل ده معروف بالسجع والجناس والازدواج وخاصة الازدواج المزوجة بين الجمل إقاع نغم موسيقي تستريح له النفس أصلا وإذا استراحت النفس استقبلت المعنى في هدوء تام يعني الواحد لما تطرب عنده الأذن تستريح النفس وإذا استراحت النفس تلقت وأحسنت التلقي يعني فيه مت طيب يعني اطلال على علم المحسنات البديعية قبل أن ننتقل إلى الأساليب أصلا طبعا أحمد حسن زياد يمكن في الفكرة اللي هي بتاعة الشبج زيادة العربية جابت 12 ازدواج وربعة اللي هي تدريطة الغرائز نعم ونفع شريبة وا 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 هو معتمد على الازدواج بدرجة كبيرة جدا أحمد حسن الزياد ليؤكد أو زي ما قلت حضرتك كده اعتمد عشان يمي فيما تتمثل الموسيقى في هذا النص تتمثل الموسيقى في هذا النص في السجع والجناس والازدواج لكن أكثر الكاتب من الازدواج تمام الازدواج يعني هو حتى لما يجي نقول ما سمات أسلوب الكاتب الاعتماد على الازدواج بشكل أساسي ثم السجع ثم الجناس اللي هو تقسيم الجمل إلى قطع متساعدة يعني مثلا نطبق كده يا أستاذ صلاح قلم أصفار الفخر وأسع كلهما الفقراء ويقول قمع جرائر البؤس وألف بين القلوب لجملتين بينهم من بعض ازدواج أخى بين الناس وساوى بين الأجناس لازدواج وسجع وجناس ناقص وجناس ناقص تمام على الرغم أن البعض بيقولك لازدواج يعني ما ينفعش بأن فيه سجع والبعض أنا مع مدرسة الأستاذ صلاح ربنا بارك وعصم النفوس من القتل الحرام وطهر الأموال من الربى الفاحش الله ازدواج على جداء الأزلية نفسه بما لو أخذ به المصلحون لو أقام شروه هذه الحروب وكيف هم أخطأ هذه المذاهب التي قوضت بناء المجتمع إذن هو يعتمد على عالم المحسنات البريعية ولكن دون تكلف نعم دون تكلف أنت شايف يا أستاذ صلاح أنه هو يعني أتى بإسلوب إنشائي لم يأد طبعا وصر في استخدام الإسلوب الخبري وقلنا في الفكرة بعد الفقرات السابقة أنه ما جابش إسلوب خبري إسلوب إنشائي لأن الكاتب أراد أن تكون أفكاره أفكاره على أنها حقائق واقعية مسلمة تمام لما بيجي بأس بيتحجسوا موضوع الديني أستخدام صلاحي بأسوابت بأسوابت وإحنا زي ما دكتور محس لسه بيقول من شوية هو اعتمد على توكيد الفكرة بأكثر من طريقة إسلوب خبري سليل التوكيد استخدام الفعل الماضي استخدام اسم التفضيل استخدام الإحصاء نعم هذا والإطناب ليؤكد الفكرة تمام يعني هو جاب التوكيد المعنى هو بكلمة نفسه أكد هو بكلمة نفسه أخذ به المصلحون أكد بتقديم الجر والمجرور اللي هو به على كلمة المصلحون اللي هي فاعل جاب إطناب الواصل لما قالها التي خوضت بناء المجتمع وفيه إطناب بالتفصيل بالتفصيل بعد الإجمال ثم كانت بوادر الإصلاح الإلهي أنقلب أظفار الفقر أول يعني بعد ما قال بوادر الإصلاح الإلهي ابتدى يفصل هذه البوادر نعم أنقلب أظفار الفقر فداسه إطناب بالتفصيل وقبل كده ساعة ما قال الصداقات والبر كان إطناب عطف العام على الخاص تمام ماذا لو انتقلنا أستي الصلاح إلى الفقرة التالية إلى الفقرة الآتية عندما قال أديبنا الدكتور أحمد حسن الزيات عالجه بالسفارة بين الغني والفقير على أساس الاعتراف بحق التملك والاحتفاظ بحرية التصرف فلا يدفع مالك عن ملكه ولا يعارض حر في إرادته إنما جعل للفقير في مال الغني حقا معلومة لا يكمل دينه إلا بآدائه ذلك الحق هو الركن الثالث من الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام فلا هو فرع ولا نافلة ولا فضلة كذلك عالج الإسلام الفقرة من طريق آخر غير طريق الزكاة والصدقات طبعا يا سيد صلاح إحنا قلنا كلمة عالجه يعني ممكن بحثة أو داوة أقول لك عالج الأمر عالج هذه المسألة يعني بحثها ودواها يعني لو بحثت مدواة وعلاج دا فيه المعنى الإجمالي بالصفرة اللي هي إقامة علاقة بين الغني والفقير بين الغني اللي هو كثير المال والفقير الذي لا يملك من المال إلا القليل على أساس أساس يعني أصله مبدأ الاعتراف يعني الإقرار بالحق طيب على أساس الاعتراف بحق الحق ضد الباطل والحق هو السابت والاحتفاظ الاحتفاظ بحرية احتفظ بالشيء يعني حافظ عليه بحرية التصرف الحرية هي البعد أو الخلوص من الشوائب أو الرق أو اللؤم معنى الحرية هنا معناها ينصب على البعد عن قيود التملك في إرادته يعني فيما يطلبه إنما جعل للفقير في مال الغني حقا معلوما يعني حقا معروفا لا يكمل المضاد ينقص دينه أي ما يخضع له إلا بأدائه يعني بتأديته والقيام به ذلك الحق هو الركن الثالث من الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام يعني أسس عليها الإسلام فشهادة أن لا إله إلا الله يتبعها إقامة الصلاة أو إقامة الصلاة والركن الثالث هو إيتاء الزكاة فلا هو فرع يعني متفرع من ويجمع الفرع على فروع ولا نافلة أي ما يزيد على الفرد وتجمع على نوافل ولا فضله يعني بقية وتجمع على فضلات كذلك عالج الإسلام الفقر طبعا إحنا قلنا الفقر معناه أساس صلاح العواز والحاجة وتجمع على فقور ومفاقر من طريق كلمة طريق يعني سبيل وهذه الكلمة تذكر وتؤنس أقول هذه سبيل وهذا سبيل من طريق آخر ده اسم فعل من آخر من الفعل آخر غير طريق الزكاة يعني النماء والطهر والصدقات جمع صدقة وهما يتقرب به الإنسان إلى ربه هذه هي إطلالة على المعاني اللغوية يعني في هذه السطور المكملة للفقرة السابقة ولكن ماذا أراد أديبنا أحمد حسن الزيات أن يوصله إلينا ما الفكر التي أراد أن يعني تستقر في رؤوسنا أو رؤوس المتلق أستاذ صلاح طبعا من خلال المعاني الدكتور محسن يعني أفض فيها يعني تماما نستطيع أن نفهم هذا الجزء أيضا نستطيع الإسلام أن يقضي على الفقر وأن يعالج الفقر إحنا قلنا في الجزء الأولاني أنه هو قدر أن هو يساوي بين الناس ويجمع بين القلوب واستطاع أن يعالج بطريقة لو أخذ بها المسلحون في العصر الحديث لا استطاعوا أن يكفوا الناس شرور الحروب التي أتعبت الناس واستطاعت أن تجعل المجتمعات تتأخر طيب عمل إيه تاني؟ علاجه بالعلاقة الطيبة الصفرة يعني العلاقة الطيبة بين الغني والفقير على أساس يعني إيه؟ بالتأكيد في بعض الأحيان وفي بعض المجتمعات وإلى الآن بيبقى فيه نوع من الحقد الفقير على الغني وخاصة إذا كان الغني لا يشعر بالفقير وفيه نوع أيضا من أثرة الغني يعني أنانية الغنية على الفقير موجود وطبعا بالدال إيصار بيتفضيل يعني الغير على النفس نعم ده بيبقى متواجد اللي هي العلاقة اللي هي فيها مشحنات ليس فيه قدر من الحب لما جاء الإسلام عالج الفقر بالعلاقة الطيبة بين الغني والفقير على أساس إيه؟ لابد للفقير أن يعترف بحق الغني في التملك من حقك أنك أنت تمتلك وربنا يزيدك وربنا يديك ها والحق في التصرف وكمان من حقك أن أنت تتصرف في أموالك كما شئت تعطيني أم لا بس على شرط ولكن في نفس الوقت أهو جعل للفقير عند الغني حقا لا يكتمل الدين بتاعه إلا لما أدينه بدونه نعم يعني أنا آه أنا كفقير أنا معترف أنك إلا حينما تعطيني هذا الحق هذا الحق هو الركن الثالث من الأركان التي يبني على الإسلام يعني ليس نوعا من الأمر السطحي وليس فضلا وليس زيادة بل هو ركن من أركان الإسلام لا يكتمل دين الغني بدونه ألا وهو الزكاة لن تكون مؤمنا كاملا ويكتمل دينك إلا حينما تعطيني حقي أنا الفقير ألا وهو الركن الثالث من أركان الإسلام على هذا الأساس علاقة طيبة العلاقة تقوم أن أعترف لك بمالكة وأن أدعو أن يزيدك وأن أرتدي بذلك ولك حق التصرف في ذلك ولكن في نفس الوقت أن تعطيني حقي أنا الفقير الراضي هو الركن الثالث من أركان الإسلام ومش بس كده حنعرف يعني هو مش بس الركن الثالث من أركان الإسلام اللي هو الزكاة ولا الصدقات حنعرف إيه تاني لكن هو هنا وقف على أنه جعل علاقة طيبة بين الغني والفقير عن طريق الاحتفاظ بحرية التصرف عند الغني وحق الغني في أنه يمتلك وتصرف كما يشاء في المال ولكن في نفس الوقت الفقير يشعر أن له حق عند الغني ألا وهو الزكاة الذي لن يكتمل إيمان الغني بدونه نعم أهم شيء نريد أن نخرج منه أن الله تبارك وتعالى هو المتفضل على العباد يجعل هذا غنيا ويجعل هذا فقيرا لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى شوف النبي أوصي الصلاح في معلومة إسرائيل سريعة يعني عرض ملك الجبال على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يحول له جبال مكة إلى زهب رفض النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبقى يعني نبي وملك فالنبي قال صلى الله عليه وسلم أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر كان يمر على نسائه أعندكم طعام؟ يقولون لا على زوجة أخرى أعندكم طعام؟ لا على زوجة ثالثة أعندكم طعام؟ تقول لا فيقول إنني صائم اليوم القناعة كنز لا يفنى ولو عالم الفقراء قيمة الفقر لتمنى الجميع أن يكونوا فقراء فالفقراء النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أول من يحرق حلق باب الجنة فيفتح الله فيدخلنيها ومعي يا فقراء المؤمنين ولا فاخر رأى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الرحمن بن عاوف آخر الصحابة رؤية منامية داخلني الجنة فيقول له يا عبد الرحمن ما الذي حبسك يا عبد الرحمن عنه ولم تدخل معنا مع الداخلين أنت جاي الآخر لي يا عبد الرحمن فقال حبسني مالي يا رسول الله ولكن الإسلام جعل للفقير حقا معلوما في مال الغني لو أعطى وصد صلاح هذه كلمة نسجلها من فوق منبري قناة مصر التعليمي لو أعطى الأغنياء للفقراء حقوقهم فيما لديهم من أموال ما وجدنا فقيرا على وجه الأرض ما وجدنا فقيرا على وجه الأرض ده الإسلام يقول كده يعني ده الجنة بتقول كده طيب وعشان كده حضرتك كلام يعني الجميل يعني فيه رؤية برضو التكافل ده التكافل التكافل والتضامن بين الناس والمحبة والتعاون ولن يحدث ذلك إلا بالفعل زي ما الإسلام بيقول في القضاء على الفقر بالطريقة دي ويمكن برضو رؤية دكتور محسن اللي كان الشيخ الشعراوي يعني رحمه الله كان بيتحدث عن كيف فقسم الله الرزق والكل واخد لأربعة وشرين إراتي يا صلى الله عليه وده غني أوي وده فقير أوي طب إزاي فينا رزق بقى المتساوي في مسألة رزق حاسي بقى أه 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 قال لك إن الرزق ليس مالا فقط إطلاق وفعلا الرزق راحة نفسية الرزق ولد صالح الرزق زوجة صالحة الرزق إحساس بالقناعة والرضا والأمن والطمأنينة طبعا ده كل رزق يعني كم من غنية دكتور محسن ممكن ليس لديه القدرة على أن يشعر بالطمأنينة وراحة البال ليس لديه ولاد صالح لكن كل ده مقسم ده لديه كذا هذا لا يشعر بطعم المال ولا يشعر بسعادة هو المال أصله يعني في النهاية هو وسيلة وليس غاية لست أرى السعادة جمع مال ولكن الطاقية هو السعيد نعم اللي يخاف ربنا ويؤمن بقضاء ربنا وعنده قناعة هه وبعدين ايه من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا تمام خلاص يبقى هو مالك الدنيا سواء تمام وغرضه يعني لو نفتكر قول الشاعر حسبت قال الشاعر يتحدث عن سرواته حسبتها تكسبني قوة فافترست قوتها قوتي لا تنظر إلى الأضواء في حجرتي إلى الأضواء في حجرتي وانظر إلى الظلمات في مهجتي نعم وَلَا يَغُرَّ النَّقَ قَصْرِي فَمَا قَصْرِي إِلَّا سِجْنٌ لِحْرِيَتِي يعني بيتحدث عن سرواته يا دكتور نعم نعم شوف سروة نعم طب فضل يا دكتور عالجه تعال إلى عالم الألوان البيانية أو الصور الخيالية أو ألوان البيان العربي عالجه من اللي بيعالج ده الإسلام يبقى شبه الإسلام بإنسان يعالج طيب وشبه السفارة بشيء يعتمد عليه في العلاج شيء مادي إذن فنحن أمام خيال مركب الخيال المركب مرة أخرى شبه الإسلام بأنه إنسان يعالج وشبه السفارة بشيء مادي يعتمد عليه في العلاج الغاني والفقر هنعرف في عالم المحسنات البديعية طباق على أساس الاعتراف بحق التملك الاعتراف الإقرار بحق التملك حق الغني في أن يتملك ده ربنا اللي اداله ما تعترضش والاحتفاظ بحرية التصرف الله الحرية في التصرف معنوية والشيء اللي الواحد بيعتمد عليه أو صلى الله بيحتفز بيحتفز به بيبقى مدي يبقى نحن أمام استعارة مكنية بحرية التصرف طيب ممكن أقول شبه التصرف بإنسان وحزف الإنسان وآتى بصفة من صفاته على أساس أصل الخلقة أن الإنسان خلق حرا زي ما أخذنا في موضوع قيام إنساني تبقى استعارة مكنية والله رأيك إيوه الصلاح طيب فلا يدفع الله مالك عن ملك ده هنا بنى المجهول يبقى ده إجاز بحزف الفاعل فلا يدفعه وطبعا حزف الفاعل للعلم به أو لتحريك الزهر فلا يدفعه مالك عن ملكه ولا يعارض حر أيضا يعارض إيجاز بحزف الفاعل ولا يعارض حر في إراداته طيب ملكه وإراداته مش لتنين بينتهم بالهاء يبقى كده ساجع يعني حدثتك بتقول الصور الجمالية مع المحسنات برد مع المحسنات آه عشان إيه الوقت يعني ما يدهبناش عشان برسل برسل الطالب يبقى أخذ بالوعان تمام بيقول دلوقت المحسنات مع الصور مع الأسليم على أساس يبقى تحليل كامل لكل أجزاء الفكر طب هنا في الإسلوب يا أساس صلاح إنما جعل للفقير في مال طب هنا حدثتك بتقول الأسليم يبقى هنا إسلوب قصر إنما طبعا أجاة القصر فلا يدفع مالك عن ملكه ولا يعارض حر في إراداته بينهما ازدواج وسجع تمام فيه ازدواج لأساس صلاح عشان هما الاثنين مهتسوين في الطول تمام كده وبعدين فيه سجع عشان بينتهم بحرف واحد لو قال هاء إنما جعل للفقير في مال الغني حقا معلومة أصلها إيه يا أساس صلاح جعل حقا معلوما للفقير في مال الغني يبقى قدم الجر والمجرور ها على المفعول الواكل متحقا يبقى ده أسلوب قصر الله ده أسلوب قصر هنا بطريقتين طريقة إنما وطريقة تغديم ما حقه التأثير الله الرجل ده جاي بأسلوب قصر تاني يا أساس صلاح لما قال إيه لا يكمل دينه إلا بآدائه النفي بلا والاستثناء بإلا طيب الدين معنوي ولا مدي طبعا حضرتك عرفتنا أن الدين معنوي طب الشيء اللي بيكتمل بيبقى مدي يبقى يكمل الدين ده استعرمك نياسر جمالها التكسيب شبه الدين بشيء ما الدين يكتمل إلا بأدائه يعني إلا بفعله طيب ذلك الحق هو الركن الثالث من من الأركان الخامسة اللي بني عليها الإسلام محتاجين تدخل حضرتك يا أساس صلاح تقول لنا إزاي فيه استعرمك نياسر جمالها التكسيم في بنية عليها الإسلام نحن لسه كنا قاعدين إن بناء المجتمع ممكن تبقى تشبيه شبه المجتمع ببناء لأن الاتنين موجودين إنما هنا ده فعل بني عليها الإسلام استعرمك نياسر الإسلام ببناء يبنى سر جمالها التشخيص وفيها أيضا السلوط خفر عن طريق تقديم الجار والمجرور أصلها بنية الإسلام وعليها وطبعا إجاز بالحزف وبعدين جب اتنب الوصف ساعة الألاء التي بعد الأركان الخمس الأركان وصف الأركان بأنها خمسة ووصفها بأنها التي بني عليها الإسلامي بدأت نب الوصف فلا هو فرع ولا نافلة ولا فضلة يعني تعدل النافية جايب لنافية لا ولا ولا بيؤكد بيؤكد فرضية الزكاة وأهمية الزكاة في القضاء على الفقرة كذلك عالج الإسلام والفقرة من طريق آخر غير طريق الزكاة والصدقات خلاص احنا قلنا عالج الإسلام الفقر دي كذا مرس تعالى بالفقر بإنسان يعالج والإسلام بطبيب يعالج وده هيبقى يعني موضوع الحديث في الفقرة التالية بس بعد إذنك في آخر حتة هنا من أول كذلك عالج الإسلام الفقر عن طريق آخر ده حفظ من أول هذه الجملة للآخر ده حفظ يعني التنبيه ده مرة تانية كده أولادنا مش عارفين نص تكافل اجتماعي في الإسلام من أوله إلى كذلك عالج الإسلام الفقر دراسة من بداية كذلك عالج الإسلام الفقر من طريق آخر إلى يعني لغاية فضلة كده ده ده الدراسة من أول كذلك عالج الإسلام الفقر لغاية آخر النص حفظ يعني ممكن يجيله تسميع فيه والتسميع عليه درجة عليه درجتان كاملتان تمام بيجي بيجي وجيه سنة 2016 وجيه سنة 2018 هو عشان برضه يكون صريح يعني هو جيه أصلا أنت بيجيه في النصوص ما فيش نصوص اختياري دلوقتي كل النصوص إجباري النص النفري ونصان شعريان يأتي كل النصوص تأتي إجباري لكن في النصوص في النص النفري بيجي يقولك مثلا أجيب عن دال أو هي هي أو فهو لما جي تسميع جاب لي سؤال في التعليق وسؤال في التسميع وقال لك أجيب عن دال أو هي داللي جيه لكن قبلك طبعا لو جاب لي في الشعر يبقى حيجيه تسميع مباشرة اللي هو غربة وحنين أو رساء مي أو النصوص اللي هنكملها بعد كده لكن غربة وحنين ورساء مي لحد دلوقتي هم الحفظ في اللي احنا خدناه طيب نشوف اللي باقي واللي يعتبر حفظ من نص التكافه الاجتماعي في الإسلام عالجه من طريق الكسر من حدة الشهوة والكف من صورة الطموح والغض من إشراف الطمع فرغب الغنية في الزهد وأمر الواجد بالقناعة ومدح الفقير بالتعفف فلو أن كل إنسان أدى حق الله في ماله ثم استقاد لأريحية طبعه وكرم نفسه فأعطى من فضل وواسى من كفاف وآثر من قلة لكان ذلك عسيا أن يقر السلام في الأرض ويشيع الوئام في الناس فتهدأ ضلوع الحاقد وترقأ دموع البائس ويسكن جوف الفقير ويذهب خوف الغني ويتزوق الناس في ظلال الرخاء سعادة الأرض ونعيم السماء ده كل حفظ الجزء ده نعم ولذلك أنا جبت وصو الصلاح يعني وراء بعض وعشان إيه نقول على المعاني الجزئية طبعا عالجة يعني داوة وقلنا ممكن عالجة يعني بحسة من طريق الكسر الكسر يعني التخفيف من حدة يعني شدة الشهوة ليميل النفس إلى الشيء والكث يعني البعد والامتناع والحماية من ثورة يعني شدة الطموح يعني التطلع إلى الشيء والغض الغض معناه الإقلال والنقص من إشراف يعني علوه وارتفاع الطمع مرض من أمراض النفس وتطلعها إلى ما في يد الغير فرغب الغنية في الزهد رغب في يعني حبب في أكثر عبب عن في الزهد يعني الإعراض عن الدنيا والابتعاد عن زيناتها وأمر الواجدة يعني المالك أو الغني بالقناعة يعني الرضا بالقليل ومدح يعني أسنى على الفقير الذي لا يملك إلا القليل بالتعفف يعني البعد عن شهوات الدنيا يعني نشرح هذه الفكرة وعشان تبقى القطعة التانية نطلع منها كل حاجة نعم هو نحن قلنا علجه عن طريق الزكاة والصدقات هو هنا كمان علجه ليس فقط عن طريق الزكاة والصدقات لكن علجه عن طريق أكثر من أشياء أخرى زي تقليل حدة الشهوة والشهوة هنا المقصود بها شهوة المال يعني نتذكر وليست شهوة النفس نعم المقصود بها هنا قوله رسول صلى الله عليه وسلم من هو مال لا يشبعان طالب علم وطالب مال شهوة طالب المال فهو كسر من حدة شهوة المال والكف من صورة الطموح يعني هنا صورة الطموح المقصود بها شدة الطموح اللي هو الطمع التي تصل إلى حد الطمع فحاول أن يقلل من شدة الطموح عند الإنسان والغض من إشراف الطمع يعني التقليل من انتشار الطمع إلى المال وإلى يعني كان زمان قبل الإسلام الغنية الذي يملك مثلا كسرا يعيز قصور إلى نواره ما قصر الآخر وقصر الآخر لما جيها حينما أتى الإسلام أراد أن يظهر أن هذه الدنيا فانية وعلم الإنسان أن العمل من أجل الآخرة وأن الدنيا فانية ولا يعني ولا يستطيع أن يأخذ معه شيئا في النهاية يمكن في كان قبل ذلك طبعنا عارفين أن في ناس كانت بتؤمن بالبعث وكانت يعني في أيام الفرعنة كانوا يأخذون الأموال والذهب ويدفنوها ويدفنون تلك الأشياء معهم على أمل أو على خيال أنهم سيعودون ليتمتعوا بهذه الأشياء إحنا ما جاء الإسلام يعني قضى على هذه الأفكار وحبب الإنسان الغني في الزهد في الدنيا يعني أنت تذهب في الدنيا من أجل الآخرة ومدح الفقير بالتعفف يعني حاول أن يمدح الفقير بالتعفف حتى يزيد من تعففه وهنا يعني نتذكر قول الله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف نعم يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف وهو المقصود بذلك الفقراء نعم مقصودون بذلك الفقراء الذين أنهب الذين يتعففون ولا يرتضون أن يكونوا يعني مريدين للمال أو محبين للمال وزاهدين في حتى ولو كانت لهم الحاجة طبعا نعم نعم يعني لا يطمعه في يد الغير تمام هذا عن شرح هذا الجزء نعم طيب عالجه طبعا استعرمك نيه حدتها قلت لي جمع الشهوة إيه تجمع الشهوة على أشهية وشهية وشهوات طبعا وشهوات نعم عالجه الإسلام عالج طيب هنا فيه دكتور حد حيقول لي طيب دي جات كلمة واحدة استعراض صحيح حدري ترطي اللي يعني عالجه دي لو جيلي عالجه ده مش كلمة واحدة أصلي من اللي عالج ده ده علاجه تلات كلمات ايوة صح تلات كلمات فيه مستتر تمام الفاعل الإسلام ضمير مستتر تقديره هو يعود على الإسلام والمفعول الهائل عائدة على الفخر ليست كلمة واحد نعم يعني فيه بنت كده قالت لي يا أستاذ أنتوا بتقولهم أن الكلمة الواحدة تبقى استعراضة صحي وجايبة لي كلمة زي علاجه وفيها ايه فيها ضمير قلت لها ليست هذه كلمة واحدة يصرعه في تمام ليست كلمة واحدة ده عندك هنا الهائد ضمير والفعل ضمير مستتر هي بتقسك كلمة بأنها يعني ايه قصرة على حروف معينة ولم يعني يعني تمتد إلى لفظ آخر عشان هي جاية في كلمة واحدة لا ده علاجه دي تلك كلمات زي ما احنا قول ثلاثة كلمات عالجه ده فعله ماض مبني على الفتح والفعل ضمير مستتر تقديره هو عيد على الإسلام والهاء ضمير مبني على الضم في محل نصر مفعول به الضمير هنا عيد على الفقرة يبقى عالجه استعرى مكني شبه الإسلام بأنه إنسان يعني شبه الكاتب الإسلام بإنسان يعالج وشبه الفقرة في الهاء بأنها إنسان يعالج الله ده كلمة عالجه وفيها خيال مركب كده هؤلاثان شبه الإسلام اللي هو الفعل ضمير مستتر بأنه إنسان يعالج وشبه الفقر اللي هو العيد على الفقر بأنها إنسان يعالج يبقى عالجه فيها خيال مركب من طريق الكسر من حدة الشهوة الله هي الشهوة بتكسر الشهوة دي أمر معنوي يعني ميل النفس إلى الشيء وقد وضع الله في الإنسان الشهوة ووضع فيه العقل فلو انتصر العقل على الشهوة صار في منزلة عليا أعلى من منزلة الملائك وإن انتصرت الشهوة على العقل صار في منزلة أحط من منزلة الحيوات طيب أنا هكثر من الشهوة يبقى شبه الشهوة أو حدة الشهوة يعني شدة الشهوة بأنها شيء مادي ينكسر يخفف ويوضع عليه حدة الشهوة ممكن أقول فيها استعرمك نيقص الصلاح شبه الشهوة بشيء مادي يعني سقيل له حدة أنا حزفت الشيء المادي وجبت الشيء السقيل حزفت الشيء المادي السقيل وجبت صفة من صفاته اللي هي الحدة والكف من صورة الطموح يعني شدة الطموح يبقى ممكن أقول إيه شبه صورة الطموح بأنها شيء مادي يكف عنه يعني يبتعاد عنه والغض من إشراف الطمع إشراف الطمع تدين استعرمك ني ليه لأن شبه الطمع بإنسان يهيمن ويتعالى ويرتفع في كلمة إشراف ليعلوه واتفاع فرغب الغنية شبه الإسلام بإنسان يرغب استعرمك نيها سر جمالها التشخيص وأمر الواجد بالقناعة ومدح الفقيرة بالتعافف إنت شعر من بريكة إزدواج يا أساس صباح طيب عالجه من طريق الكسر من حدة الشهر الكف من صورة الطموح إزدواج الغض من إشراف الطمع طيب رغب الغنية في الزهد وأمر الواجد بالقناعة ومدح الفقيرة بالتعافف إزدواج زي ما حضرتك تفضلت طيب الإسلوب خابري برضو عشان هو عايز يقرر إيه يقرر إن الإسلام يعني دين عظيم حيث جعل هناك طرقا كثيرة في علاج الفقر ما هو الطريق البر والطريق الصدقات الطريق الزكاة في طرق أخرى غير الزكاة كون إن شهوة المال يعني هتخفف وهيحد منها يبقى الإنسان مش يبقى طمعا في الامتلاك طيب كون إن الغني يبقى مرغب في الزهد برضو عايز أقول إيه إن هو هيطلع للفقير لما الغني هيبقى قنوع باللي هو معاه وما يتطلعش إلى يعني كثير من الامتلاك برضو دي إيه وسيلة أخرى من وسائل القضاء على الفقر وبعد إيه الحاجة التانية الفقر موجود عند الفقير والفقير ربنا مدحه بأنه يتعفف يبقى في الوقت ده مفيش هلائي اه مشكلة الفقر موجودة ليه لإن الإحساس بالفقر بيتولد عليه الكثير من السعي إلى الشرور والنهب والصرقة وانتشار إيه الجرائب وهذه هي الصورة المسلة التي عسمها الكاتب من خلال سطوره السابقة وننتقل بعد ذلك أستاذ صلاح إلى يعني الفقر التي ينتهي معها النص فلو أن كل إنسان أدى يعني أعطى حق الله في ماله الحق معناه السابت والواجب وإحنا قلنا المال يجمع على أموال ويسمى المال بالمال لأنه يميل عن الإنسان إلى غيره ثم حرف عطف يفيد الطراخ استقاد يعني خضع وانقاد لأريحية يعني لراحة طبعه الطبع هو ما جبلت عليه النفس من أخلاق والسلوكيات حسن وكرم نفسه يعني عطاء نفسه النتيجة إيه أعطاء يعني قدم ومنح من فضل لأن الله تفضل علي الفضل هو الزيادة ويجمع على فضول وأفضل وواساء يعني عز وقدم وأعطى من كثاف يعني من قلة وآثر من قلة يعني فضل الغير على النفس حتى ولو كان عنده القليل من نعم الله تبارك وتعالى شوف قواب الشرط هيقترم بالله لكان ذلك عسيا يعني جدير أن يقر يعني يجعل السلام مستقرا في الأرض والسلام ضد الحرب ويشيع يعني ينشر الوئام يعني المحبة في الناس تهدأ ضلوع طبعا هنعرف أن الضعف هي مجاز مرسل ولوست الصلاح يشرح لنا فتهدأ ضلوع الحاقد يعني الكاره والمبغض للآخرين وترقى يعني تجف دموع جمع كلمة دمعة البائس يعني الفقير ويسكن جوف يسكن يعني يستقر ويهدأ جوف يعني باطن وتجمع على أجواف الفقير احنا قلنا الذي لا يملك إلا القليل ويذهب خوف الخوف ضدها الأمن الغنيل والمتمتع بحق الامتلاك ويتزوق الناس في ظلال الرخاء سعادة الأرض يعني البعد عن الحزن والبعد عن ما يكدر النفس ونعيم السماء وطبعا النعيم ضدها الجحيم وهنا يعني نقف وقفة مع الشرح الأدبي الذي يقدمه لنا الأستاذ صلاح ليبين لنا ماذا أراد الكاتب أن ينقل إلينا من فكر جزئية وما الفكرة العامة التي يندرج تحتها هذا الكلام بصراحة الجزء الأخير أبدع فيه أحمد حسن الزياد نعم بصراحة لأنه أظهر النهاية التي لو مشين عليها في القضاء على الفقر أو التي وضعها الإسلام في القضاء على الفقر الصورة الجميلة التي بها سيتحقق الرخاء والنعيم هو بيقول لك فلو أن كل إنسان أدى حق الله عليه ألا وهو الزكاة خلص هو عمل الزكاة الأول ثم استقاد لأريحية طبيعية ألا مشى وراء يعني قرم أخلاقي اللي هي الطبيعة اللي في الإنسان التي خلق الله بها الإنسان لو مشى وراء ذلك ها لا أعطى يعني هو خلاص الأول أدى حق الله اللي هو الزكاة اللي هو لن يكتمل الدين بدونه خلاص هو عمل كده مش بس كفية ومشى وراء راح الطبيعي الذي دفعه إليها الإسلام ها فأعطى من فضل أعطى من زيادة وحتى يعطي من قلة يعني يقون يرى يعني من حوله أكثر منه فقرا فيشعر بالشفقة فيعطي لكان ذلك جديرا وسهلا أن ينشر السلام في الأرض وتعم المحبة ويعم الوئام وتجد أن بطن الفقير تهدأ وتجف دموع البائس عن البكاء ويشعر الإنسان الغني بالأمان ويشعر الإنسان الفقير بالرضى لو ده حصل وأنا هنا عاوز أدي مثال حيل ده حاجة بتحصل فعلا في المجتمع وبتحصل كل سنة ورؤية يعني جميلة جدا لللي كاتب بيكتب إيه اللي بيحصل هو قالك لو أن كل إنسان أدى حق الله عليه اللي هو الزكاة ثم أعطى بعد ذلك المثال هو إيه شهر رمضان الكريم نعم فتكر معايا إيه اللي بيحصل الإنسان خلاص أدى حق الله اللي هو الزكاة إيه اللي بيحصل كل الناس بتعطي بيمشي وراء رحيت طبعا كل الواحد بيمشي يعني نفسه وراء نفسه التي خلق الله بها الإنسان في طبيعة جميلة وقرم نفسه فيعطي من زيادة ويواسي نجد أن موائد الرحمن منتشرة في كل مكان ونجد أن يعني الجميع ينزلون إلى الشوارع ومعهم ما يسمى بشهنة رمضان أو اللي هي بيها خيرات رمضان وين ينزل بالبلح والمية وا 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 إيه اللي بيحصل إيه اللي بيحصل بقى بتحس إنت كده لين أنت نتنتظر رمضان كان ذلك سهلا بص بقى الصورة اللي بيكتب بيكتب أن يكر السلام في العشر سلام منتشر وتنتشر المحبة والوقام بين الناس والبائس يكف عن البكاء وبطن الفقير تكف عن التوجع لأنه سيمتلك وسيشعر الإنسان الغني بالأمن ليه هيشعر بالأمن ليه لأنه يعطي للفقير فلن يحسده الفقير ولن ينظر إليه الفقير ولن يحاول أن يأخذ منه شيئا ويشعر الإنسان الفقير بالرض ليه وكمان يشعر بالامتنان للفقير اللي غني ليه يجلس الفقير ليأكل والغني حوله هو الذي يضع له الطعام في مواد الرحمن يشعر بالامتنان فلن ينظر إليه فهذا هو الصوء وهذه هي الصورة التي وضعها الكاتب في شهر رمضان هي صورة حية أنا بديك مثال هو الكاتب ما قالش أنا بديلك مثال لكنين تفهم أهو لو حصل ده ده اللي حيحصل بالفعل وسيتزوق الناس نعيم السماء في الأرض سيشعرون بالراحة والطمأنينة والسكينة وراحة البال في الأرض وهذا ما نتمناه جميعا وهذا الذي نراه دائما في شهر رمضان زي ما قلت لك الناس بتبقى فيه راحة والسكينة وطمأنينة وراحة بال وناس سعيدة ونتمنى جميعا أن يكون العام كله رمضان يعني إسقاطة جميلة من الأستاذ صلاح على ما يحدث في شهر رمضان من تكافر اجتماعي ولو علم الناس ما في رمضان من خير لتمنى الناس كل الناس أن يكون كل الشهور في العام رمضان طبعا طيب فلو أن كل إنسان أدى حقه يعني أعطى حق الحق ده لا يعطى تبقى تستعرمك ني؟ شبه الحق طبعا حق ربنا في المال إلا هو الزكاة يبقى شبه الزكاة بأنها شيء مادي بأنها شيء مادي يؤدى ثم استقاد لأريحية طبعه وكرم نفسه طبعا استقاد لأريحية طبعه وكرم نفسه هذا كناية عن صفة وهي الاستجابة للفطرة الصالحة والطبع الكريم تمام فأعطى من فضله شوف أعطى وفضل أعطى من فضل يعني ربنا اداله الفضل ده فأعطى يعني امتسل لله وأطاع يبقى استعرمك نيس هو للفضل بالشيء مادي يعطى استعرمك ني يعطى منه عشان كلمة من وواسى من كفاف يعني أعطى وعزى على الرغم من القلة طب يعني ممكن أقول شبه الكفافة بشيء مادي يعطى منه طيب يعني على الرغم من اللي معه إليه أعطى منه آثر على غيره على الرغم من قلة ما وجد معه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون لكان ذلك عسيا أن يقر السلام طبعا يقر السلام استعرمك ني شبه السلام بشيء مادي يستقر ويشيع الوئام استعرمك ني شبه الوئام يعني المحبة بشيء مادي يشيع يعني ينتش تهدأ ضلوع استعرمك ني طب هل الضلوع المقصود بها الضلوع ولا القلوب بس القلوب في الضلوع يبقى على أخت المحلية لأنه أطلق المحل وأراد ما يستقر فيه هو القلب وترقى دموع البائس ده هنا يبقى تهدأ ضلوع الحق كناه عن صفة اليازة والحق ترقى دموع البائس كناه عن صفة الي هي ذهب الحزن يسكن جوف الفقير دكناه عن صفة الي هي البعد أو زوال الجوع ويذهب خوف الغني دكناه عن صفة وهي الأمن والطمأنينة في ظل تعاليم الإسلام طيب لو قال يذهب خوف الغني استعرمك نية زي أوسل صلاح شبه خوف الغني إنسان يذهب إنسان يسكن سيد جمال التشفيق تمام ويسكن ظلال رخاء طب ده رخاء دي إيه اللي ممكن يبقى فيها دكتور والله أنا أقولك على حاجة أوسل صلاح هو شبه الرخاء بالظلال دي هنا اللي أقدر أقول عليها استعروا تشبيه تمتع لشبه الرخاء بالظلال يبقى تشبيه بليه من إضافة المشبه بين اللي والظلال إلى الرخاء وممكن أقول شجرة لها ظلال شبه الرخاء بشجرة لها ظلال طب الناس يتزوقوا إيه السعادة الشيء اللي بيتزوق مادة الطعام يبقى شبه السعادة وشبه النعيمة بشيئين ماديين يتم تزوقهما طيب لو قال يتزوق الناس في ظلال الرخاء سعادة الأرض ونعيم السماء ده اسلوب قصر أداته إيه هشوف الأصل في الجمل يتزوق الناس إيه سعادة الأرض ونعيم السماء يبقى قدم شبه الجملة اللي هي في ظلال الرخاء على المفعول اللي هو سعادة يبقى ده اسلوب قصر الغرض منه التوكيد والتخصيص والاهتمام أنت شايف برضو هنا أقصر الصلاح أنه هو يعني جاب ضلوع وجاب دموع جناس وجاب جوف وخوف جناس وجاب في ظلال الرخاء بين الرخاء والسماء سجع وجاب ازدواج لما قال لي أعطى من فضل وغاسى من كفاف وأسر من كل وأسر من كل طيب ده ازدواج طيب تهدأ دلوع الحاقد ترقى دموع البائس ده ازدواج يسكن جوف الفقير يذهب خوف الغني ده ازدواج وبين برضو يكرس سلامة الأرض ويشيعر وأنت الناس ازدواج يعني تكاد فقرات النص لا تخلو من محسن بديعي ولكنها غير متكلفة وإن كان قد استخدم فيها الازدواج بكسرة والمزاوجة بين الجمل في هدوء تصنع فعل السحر في النفوس حيث تجعلها جاهزة ومهيئة لاستقبال المعنى وهكذا نجح أديبنا أحمد حسن الزياد في أن يوصل إلينا في سهولة ويسر فكرته العامة وهي كيف أن الإسلام قد عالج قضية الفقر جميل بس نقطة بسيطة قبل أن ندخل في التعليق دكتور أعطى من فضل وواسى من كفاف هنا إجاز بحسف المفعول به للشمول والعموم يعني هو أعطى الفقراء من فضل يبقى هنا إجاز بحسف المفعول به اللي هي عشان الفعل متعد يعني نعم طبعا وطبعا هو لما يحزف المفعول يبقى للعموم والشمول زي ما تقول أكلت شربت زاكرت الأفعال الماضي التي قات بها الكاتب دايما تأتي للتحقق والثبوت والفعل الماضي دائما يأتي للتجدد والاستمرار واستحضار الصورة نعم طيب دكتور يعني جئنا ركن مهم جدا في النص ده بالذات الأركان اللي هي سواء الكنيسة نورية أو التكافل الاجتماع في الإسلام التعليق نعم دائما ما يأتي سؤال في التعليق في النصوص النسرية لو قال لي يا أستاذ صلاح من أي أنواع المقال هذا النص طبعا الطالب يبص كده هيشوف أنه هو بيتكلم عن المجتمع وبيتكلم عن الفقر وبيتكلم عن الغير يبقى أكيد المقال الاجتماعي نعم لأنه بيناقش مشكلة اجتماعية لكن لا يسأل الطالب عن خصائص المقال الاجتماعي لأنه خلاص كان في المنهج الأديم نعم طبعا دكتور قبل ما نكمل التعليق أستغل اتصالا معنا أول تسؤال راشا نسو السلام عليكم ازاك يا راشا عليكم السلام ازاك يا راشا عامل ايه رئيس الحمد لله يا رب دايما يا راشا يا رب ازاك حضرتك دكتور محسن اهلا بيك يا راشا مثل وسمحت عندي ثلاث سئلة تتفضلي ياريت نفسي كنت في اللي احنا اخدناه او بناخده يعني بلاش حاجة سبقة يعني لا في النص طيب اتفضلي ده جميل اوي ممتاز يا راشا فيه سؤال ده اختيار من متعدد تاني اختيار من متعدد اولي مضاد امنع مضاد ده امنع ايه نعم ادنى اوها اقل نعم ادنى ادنى او اه ادنى شرطة اقل او اوها اوها اا اقل طبعا امنع يعني اقوى يبقى انت عرفت الاجابة طب هي امنع يعني اقوى ها هي انت بس مش عارفة كلمة اوها يعني ايه انت عرفت الاجابة هي اوها 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 مش عارفة كلمة اوها يعني ايه ماشا هي اوها يعني اضعف يا راشا تمام فهي اضعف النصح يعني مام وفي سؤال ثاني طب ضلي ينتجز مذهب الزيات على دعامتين هنقوله حالا هنقوله حالا لان دفت عليك ينتجز مذهب الزيات على دعامتين على دعامتين اساسيتين على دعامتين حاجة تانية يا راشا نتيجة طبعا نتيجة لان اللام هنا وقع في جواب الشرط وجواب الشرط تبقى نتيجة طيب حاجة تانية يا راشا لا شكرا العافو تحت قمرك نبدأ بالدعامتين يا اساس صلاح طيب ده مقال اجتماعي طيب الدعامة الاولى اللي هي الاستفادة من اثار الفكر الغربي يعني ده جمع ما بين التجديد والمحافظة زي التلاتة بتعديوات العقاد والمزني وشكري ومعاهم مصطفى الصادق الرفعي واحمد امين وطه حسين طبعا احمد حسن الزيات زوج بنت طه حسين ده معلومة جديدة انا انا ما اعرفها ده يعني ومتزوج بين طاحسي وطبعا المخال ده من نص وحي الرسالة تمام طيب طبعا لو قالك يقوم ادب الرفعي ادب الرفعي لانك النص الصغيرة صغيرة على دعمتين ازيات على دعمتين او على ركنين اساسيين طبعا الدعمة الاولى زي ما قلنا الاستفادة من اثار الفكر الغربي والعودة الى بلاغة القدماء ادعمة التانية العودة الى بلاغة القدماء التي تتميز بالاعتماد على رصانة الفواصل وجمال الموسيقى الخاصة بها وسحر هذه الموسيقى واللفظة السهلة البسيط جميل ناخد يوسف من اسيوت يوسف هيوصف لك ازي حضرك يا مستر حبيبي ازيك يا يوسف عامل ايا حبيبي الحمد لله مستر بعد ازيك انا كان عندي كم سؤال كده في النص متفضل مضاد اوفر اوفر اه طيب احسن ولا اقل ولا اندر طب انت عارف يعني ايه اوفر ايه ايه كثير وشائع ام اه انا اندر افح طيب 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 انت عارفت الاجابة اوفر لان طبعا اوفر يعني اكثر ام والكسرة ضد القلة والقلة من لوازمها الندرة انت كمان قلت حاجة اضق كمان يا يوسف قلت ان هي اه شائع شائعي بعكسها نادر تمام افضل يا يوسف جامعة جامعة حجة حجاج حجاج حجوج كل مطابق هي جامعة حجة اللي هي في حجة ده اللي في رساء رساء لا لا حجة اللي في رساء دكتور حجة 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 ولا حجوج ولا كل ما صبق هو طبعا في ضوء التعليمات الاخيرة للمركز القاومي للامتحانات قالوا نبعد تماما عن كلمة كل ما سبق حقيق اه دكتورة موناء اللي بودي في اجتماعها قالت قلت عن كلمة كل ما سبق موناء اللي بودي معتقد في الاختراف ما نفاهم بس يعني عايز اقولك بتبقى تدي احاق بالصواب بتدي احاق بالصواب بس بردو ده ده احنا امتحان قلو وتانية عشان بردو اتطالب طالما هو كتب لك حجوج يبقى كل ما صبق ولذلك قالوا لنا بعيده عن اه كلاهما او او اه كل ما سبق ليه بقى اه او كلتا الاجابتين الصحيحة ده ممكن يجيب لي حاجتين وقول لي ايه الاجابتين خطيئتا اه بص ده حاجة كويسة جدا بس ده ايه لاته في امتحان من امتحانات الاعدادية بس ده حبيبي في اقوله وتاني ده ممكن يجي لحد دلوقتي سؤالك التاني لما يقول لنا مستر اسلوب المقال اسلوب ادبي علم تمام اسلوب مقال اسلوب ادبي لانه يعتمد على حقائق سابتة ويعني ليس فيه نوع من العلم يعني هو انت مش مطلوب منك ان انت تجاوب على العلم والادبي ولكن انت تقول ايه الاسلوب ادبي لان الفاظه مختار ومنطقاء ولان العبارات مترابطة والفكر متسلسلة ما انا فاهم بس يعني انا بسعده ليه لان اقل حاجة في الجملة ايه يا يوسف اللفظ اللفظ يعمل لي عبارة العبارة هتعمل لي فكرة ها الفكرة هتعمل فكر بعد كده هيعتمد على الخيال هيعتمد على المحسنات الموسيقى بتاعت الايه بتاعت النص يعني انت هتقدر تجيبها حتى لو سألك عنه لوحدك في كثرة السور الخيالية والمحسنات البديعية وده لا يتواجد الا في الاسلوب الادبي اكثر منه من العلم لان العلم بيبقى بيخاطب العقل اما الادبي بيخاطب العاطفة اكثر ها شكرا خالصا ميست شكرا خالصا العافوة يا حبيبي تعتمد طيب نكمل حديثة كلنا بقى مذهب الزيات يقوم على دعانتين السياسين نعم فهذا من اصار الفكر الغالبي والعودة الى بلاغة القدماء نعم طيب لو جاء لي احنا حديثة قلت لي المقالة الذي يعني المقالة ابتماعي لو جاء لي ما المدرسة التي ينتمي اليها الزيات او ما الاتجاه الذي يمثله الزيات طبعا وما سمات هذا الاتجاه التجاه المحافظين طمع كلمة محافظ يعني بيحافظ على ايها وسال صلاح بيحافظ على سلامة الاداء اللغوي وقواته طمع بيتأثر باساليب القدماء ويحاكيه طمع يتغنى بالماضي ويمجد هذا الماضي وطبعا ده كان سؤال اساسي ساعة ما كان نص الصغيران عندما كان مقررا قبل ان يأتي هذا الماضي انا عايز كلمة محافظينة في الصص تمام صح بس هو انا عايز افهم الطالب لان اقول لي ما المدرسة التي ينتمي اليها نص التكافر الاجتماعي في الاسلام او احمد حسن زياد لازم تعرف ان النصوص الشعرية هي التي لها مدارس ادبية مدارس ادبية اللي هي مدارس شعرية زي مثلا غرب وحنين ديها مدرسة الحياة والبعث الرومانتيكية مع نص المساء الرساق مية مدرسة ديوان لكن طب ما النصر مالوش مدارس ادبية لا فيه اي نص نصرية لما ينتمي لما مدرسة المجددين لما المحافظين مجددين يعني يميلوا التجديد المحافظين يميلوا القديم يعني البعض بسماء اتجاه محافظ اتجاه اتجاه او مدرسة احنا بنقول المدرسة معناها اتجاه اتجاه تمام طيب انا بقول مثلا ايه سمات مدرسة المحافظين احياء التراص الميل إلى الألفاظ القديمة معالجة مشاكل المجتمع نعم الأخذ من الصور والحياءات القديمة من الصور التي كانت في العصور القديمة دي زي ما قالت دكتور محسن أشياء تتماشى مع العصر بس أنا عايزه عشان إيه البعض بيلتزم بالنموذج وصف الصلاح وطبعا الكتاب الوزارة جيب ثلاث حاجات إحياء التراث جاب إحياء التراث وجاب سلامة الأداء اللغة وقوته وجاب بعد كده التغنب الماضي وتمجيد الماضي رحمة من القاهرة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله زيك إخبار الحمد لله الحمد لله ربنا يطمين عليك يا رحمة يا رب يا مصد سؤال في الاتجاه الوجداني أول واحد بيقول بما تتسم الصيغة الشعرية عند شعراء التجاه الوجدان تتسم الصيغة الشعرية عند شعراء الاتجاه الوجداني. عند شعراء الاتجاه الوجداني. والسؤال الثاني. لعب. هل حدث انقطاع معرفي بين الشاعر وموروث والشعري? هل حدث انقطاع معرفي. بين الشاعر موروث الشعري? بين الشاعر. الشاعر في مين? لا ان هو اه 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 وموروثه? الشعري? الشعري? امنه افاد منه وجدد فيه. ام انه افاد منه وجدد فيه. طبعا هو افاد منه وجدد فيه. السؤال موجود في الاجابة سؤالين الثاني في مدرسة الديوان أول واحد يقول وضح أهمية العنوان للقصيدة والديوان أهمية العنوان للقصيدة والديوان للقصيدة والديوان عند جماعة الديوان مع التمسيز عند جماعة الديوان مع التمسيز والسؤال الثاني ما التجزيز الذي أدخلته جماعة الديوان الذي أدخلته جماعة ما شفتيش معنا مدرسة الديوان كملي السؤال كده على القصيدة شكرا ومضمونا لا ده كان في الاتجاه اللي كان في المنهج الأديه على القصيدة في المنهج الأديه؟ أيوة شكرا ومضمونا هي اللي يتجاه لا ممكن يقولك تجديد بس بأنه من غير شكل ومضمون يعني لأنه هي بقى إحدى السمات اللي موجودة داخل مدرسة الديوان أيوة زي وضع عنوان للقصيدة واستخدام لغة العصر ده تجديد والاتجاه للطبيعة ماهو ده هي سمات من سمات مدرسة الديوان الشكل والمضمون دي كانت بمنا لها إجابة محددة داخل المنهج الأديه لكن لو قال لك ماهو تجديد الذي أدخلته جماعة الديوان احنا حنقول بعض السمات اللي هي أنت أكيد شايفة فيها أن فيها تجديد يا راشا يعني أنت قلت من التجديد الوحدة العضوية تمام استخدام لغة العصر تمام وضع عنوان للقصيدة تمام تجاه للطبيعة كل ده تجديد يا راشا طيب أيوة سعر شكرا شكرا تمام العافوة شكرا تمام طيب طيب نقطعش عن إيه هما سؤالين بس لنقصينا نحن نحن نجوم نحن نقدر احنا قلنا تمثل أو النص هذا من مدرسة المحافظين أو من اتجاه المحافظين لأنهم مع التعليم لأنهم حافظوا على سلامة الأداء اللغوي وقوة هذا الأداء وأنهم تأثروا بالتراث ومالوا إلى إحيائه وأنهم تغنوا بالماضي ومجدوا تمام طيب سؤال تاني يا دكتور بيقول لي كيف جاءت ألفاظ الكاتب معبرة وموحية من خلال النص طبعا الألفاظ والصور الألفاظ يا سيد صلاح جاءت معبرة وموحية مع الصور لأن الألفاظ كان لها إيحاءات حيث استخدمت في مكانها الملائم فأشاعة إحاءات ودلالات تبرز فكرة الشاعر وإحساسه أما عن الخيال فاعتمد عليه الزيات ليه الشاعر بيجيب خيال عايز يبرز لإيه الفكرة وطبعا إحنا عرفنا أنه عنده تشبيهات مبتكرة زي غوائل الفكر وجرائل الجوع لكن أسلوب الزيات كان خاصا على ذلك أقول ليس بالمرسل وليس بالمسجوع المقيد بقيود الساجع طيب دكتور لما أقول لك لجأ الكاتب إلى الموسيقى الهادئة نعم وابدع ذلك من خلال هذا النص والله أبدأ أجيب لإيه الموسيقى ويعني مكونات هذه الموسيقى من سجع وجناس وازدواج حيث اعتمد على الازدواج والسجع وبعض الجناس بما يعني يسهم في هدوء النفس حتى تتهيأ لاستقبال المعنى كما أشرنا طيب قبل ما نقول سمات أسلوب الكاتب معانا مصطفى من نجاح المال مصطفى سلام عليكم كونيك سلام عليكم وبركاتك ازاك يا مصطفى تمام الحمد لله أخبر السلام الحمد لله تمام طول ما أنت بخيرة يا مصطفى أخبر السلام عليكم أهلا بك يا مصطفى يا عليك الله مصطفى يا مصطفى تفضل يا حبيبي السؤال معي سؤالين في الناس سؤالين في ايه في الناس ماشي تفضل على ما يقوم ما زهب الزيات الهدبة طيب ما احنا كنا بنقول ايه دعمتين سنتائي لسه بنقوله يقوم على ركنين أساسيين أو دعمتين أساسيين ماشي ايه تسؤالي التاني يا مصطفى ما العلاقة قولي لكان أنا جالتها عاكيا بشيط قبلها والله قلناها يا مصطفى لسه البنت البنوتة اللي اتصلت اسمها راشا عبتاكت سألت نفس السؤال وقلنا نتيجة ودكتور محسن قال لك لأنه وقع في جواب الشر هم دول السؤالين يا مصطفى ده لسه داخل حالا يا مصطفى لسه شايفنا في الآخر مع أول مصطفى ماشي قولي الاستفسار يا سيد النصور النصوري مش حافظ لما نوصل لنصوره مش كله حفظه وفي مقطعين حفظه المقطع التالت والرابع حفظه يا مصطفى لا الشعر اللي مش حافظه اللي في المتاعه احنا قلنا يعني ممكن تتسئل عن الاسم أو اللقب الذي يطلق عليه أو أقصى حاجة ممكن أهم الدواوين اللي كتبها ماشي عرف شكتنا نعرف اتفضل يا سيد الصلاة دكتور محسين يعني السؤال ده بقى اعتقد انه يمكن أهم سؤال في التعليق طبعا كل التعليق مهم يعني السؤال بتاع يقوم أدب الزيات على دعمتين أساسيتين أو اللي هو منوع المقال أو استخدم الموسيقى كيف استخدم الموسيقى أو جاءت الألفاظ محيح إنما ماسمات أسلوب الزيات من خلال هذا المصط والله أنا بمسك الأسلوب من أسلوب تستنتج مع دكتور محسين استنتج الألفاظ بداية الألفاظ استخدمت في المكان الملائم لتشيع في النص إحاءات ودلالات هذه الإحاءات والدلالات توضح فكرة الشاعر وإحساس الشاعر العبارات كانت سليمة ناصعة الفصحى وبعيدة عن الألفاظ الغريبة أو غير المستخدمة المهجورة يعني الفكر جاءت واضحة مستوفاة يعتمد في بيانها على الإطناب وتنعكس فيها في الفكر الأحاسيس لأن أحمد حسن الزيات عُرِث بأنه يصور نفسه في كتاباته الأسلوب كما قلنا أسلوبا خاصا ليس بالمرسل ولا المقيد بقيود السجع والخيال اعتمد عليه الزيات لإبرازي فكرته وقلنا لديه تشبيهات مبتكرة والموسيقى تحدثنا عنها ممثلة في الازدواج والسجع وبعض الجناس طيب معنا أميرة من قصيوت السلام عليكم أميرة اميرة الزكية أميرة عاملة ايه الحمد لله بضلي بس السؤال السؤال هي تعرفت ماذا جزايا على دعمتين هادي في شئتين نعم ما في نطول شمال من حذب التالي تاني حاضر ايه تاني ايه تاني أميرة هنقول له حاضر لا ماذا تبصد حاضر معليش يا دكتور حديتك تابعت دعمتان الاستفادة من قصيوت من آثار الفكر الغربي طبعا هو استفاد من آثار الفكر الغربي طب هم دعمتين أن نقولهم وبعد حديثك شرح تمام والدعامة الثانية هي الاعتماد على بلاغة القدماء ممثلة في سهولة الألفاظ ورصانة الفواصل والموسيقى الساحرة التي أتت من خلال هذه الفواصل الرصين القوي طبعا هو استفاد من آثار الفكر الغربي والدنيل على ذلك أنه أجاد في عالم الترجمة وترجمة من الفرنسية إلى العربي طيب أيضا استفاد من بلاغة القدماء وهذا واضح في النص حيث أنه اعتمد على الخيال لإبراز عاطفته واعتمد على المحسنات البديعية وذلك ليصنع هدوءا واستقرارا في النفس بعد أن تطرب الأذن فتحسن لاستقبال للمعنى الذي أراده نشوف السؤالين بتوع الأدب يا أستاذ صلاح ماشي بس آخر السؤال سأقول لك لو جاي سؤال قال لي يا دكتور اعتمد الكاتف النص على طرح الفكرة ثم التعليل لها وضع ذلك طيب ما هو قال لنا يا أستاذ صلاح في مرحلة من المراحل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في بيئة فقيرة اختار الله لكفاح الفقر أشد البلاد طبيعة راح جايب للتعليل اللي هو ربط الأسباب بالمساعدة العلة بمعلومة ليصرعه أو ليصرع الفقر في أمنح حصونه ولما قال لي اختار الله رسوله فقيرا يعني عشان اختاره أميا ليكون ايه أبلغ لحجته وفقيرا ليكون ليظهر قوته في قضاء على الفقر نعم يعني أتى بكل أمر والسبب الذي حدث له يعني جاب المسبب بداية ثم أتبعه بالسبب وذلك يؤكده الفكرة وهذا من بين أو هذه النقطة من بين الأساليب التي اعتمد عليها في توكيد الفكر في النص معنا مصطفى المسكندرية سلام عليكم مصطفى عليكم السلام ومعصد وبركاته ازاكا مصطفى ازاكا مصطفى ازاكا مصطفى حمد الله انت عمل ايه الحمد لله انت عمله برد عندك ومصطفى اهلا بيك يا مصطفى هاوي الدينة بتمطر او لا ده كل شوية ما بطلتس المر ده خير يا مصطفى ادعي كده يا رب نوحة وعلينا لا علينا يا مصطفى اللهم صايبها النفع نعم فضل يا مصطفى كل سمحة لكم طيبين لو سمحتي كان فيه سؤال مضاد المحكم مضاد المحكم السيء الرزيء المتزعزة السيء الرزيء طب إنت شايفها مصطفى أنا شايف المتزعزة عن السيء والرزيء بنفس المعنى على ما ظن طيب هي صحة أصلا يعني يعني كمان عشان المحكم معناها السابت القوي هو أحكمته الشيء يعني قويته أركانه وأسسه يبقى عكسة المتزعزة حتى أقولك ده محكم كده لا يبقى ضدها متزعزة يعني غيره مستقر لأن في الإحكام استقرار والزعزعة فيها عدم استقرار فالإجابة صحيح قول يا مصطفى تمام بالنسبة للتعليق لازم ما حط الإجابات زي مكتوبة في كتاب بالزبط ولا ممكن أفهم أنا لا ممكن تفهم وتجاوب بس برضو ما تفهمش وتألف فاهم؟ يعني الحاجة بنفس المعنى بس بسلوبة تمام تمام شكرا السلام عليكم أنا عايز أروح لرحمة كده يا وصل الصلاح تتسم الصيغة الشعرية عند شعراء لاتجاه الوجداني هما الجماعة بتقول لاتجاه الوجداني قالوا إيه؟ قالوا إحنا هنخرج من أسر الأنماط الشعرية وهندخل إلى ابتكار صيغ شعرية جديدة الصيغ الشعرية دي سمتها إيه؟ سمتها إيه؟ يمتزج فيها التراث بالعصري ده أول حاجة الحاجة التانية بقول إن هي الصورة الفنية نبعة من الوجدان بتعتمد على النظريات الجديدة في اللغة والأدب والفن والموسيقى هذه سمات الصيغة الشعرية عند شعراء لاتجاه الوجداني أنا هقولها مرة تانية هما قالوا شعراء لاتجاه الوجداني إحنا هنخرج من أسر الأنماط الشعرية طب هتبتكروا إيه؟ صيغة شعرية جديدة الصيغة الشعرية الجديدة دي مالها؟ أول حاجة أنا عند أربع نقاط قالوا يمتزج في الصيغة الشعرية التراث بالعصري يعني إيه؟ يعني هنعتمد على القديم؟ مش هنتخلى عن الموروس القديم ده السؤال التاني اللي كانت الإجابة فيها وصد صلاح هل حدث انقطاع معرف بين الشاعر وموروسه الشعري أم أنه أفاد منه وجدد فيه؟ ده إحنا حتى بنقول إيه؟ حافظ على الوزن يبقى ده مراس من التراث القديم ولكنه وجدد بعض الشيء في القافية إذن امتزج التراث بالعصرية في هذه الصيغة الشعرية الجديدة الألفاظ لها دلالات وإحاءات جديدة طيب الصورة الشعرية بتنتفع بمجموعة من الأشياء إيه هي؟ بتنتفع بالنظريات الجديدة في اللغة والأدب والفن والموسيق طيب والصورة الفنية تنطلق من الوجدان طيب أهمية عنوان للقصيدة الوحدة العضوية؟ تدل على الوحدة العضوية؟ نعم وتدل على أن القصيدة كائن حي لكل جزء فيه وظيفة وتدل على الإطار العام للقصيدة والديوان هو يعني حتة أنهم وضع عنوان للقصيدة استمراراً لمحاولات السابقين وضع عنوان للقصيدة عشان يظهر للإطار قلنا التجديد عمتاً في شكله لكن لو قال بعض جوانب التجديد من خلال دراستك للخصائص الفنية تمام أروح جايب اللغة العصرية أجيب الوحدة العضوية أجيب اللجوء للطبيعة يعني وضع عنوان للقصيدة ووضع عنوان للديوان تمام لو جاء الدكتور يعني من الأسئلة يميل الزيات إلى تنسيق المفردات والجمل وضح مع التمسيل هو نصق المفردات والجمل لأنه اعتمد على إيه وصل الصلاح يعني عايز أقول لك الألفاظ وضعت في جمل مترابطة تمام والعبارات ترابطت وممكن أجيب له يعني أي جمل من خلال الفقرة الموجودة قدامي عشان حتى أنا بقول له إيه بقول له شوف الفكرة الثانية مثلا هو جايب إيه الأمراض الاجتماعية طيب الفكرة الثالثة رح جايب إيه نسق ما بينهم ربط رح جايب علاج اللي هي بوادر الإصلاح الإله كيف أن الإصلاح قد جاء ليقضي على مثل هذه الشرور وضع الكلمة في موضعها فلا نجد في أي جملة رح جايبها لا نجد اختلالا في نسقها وإنما كانت الألفاظ موحية بعاطفته وكانت الألفاظ في موضعها الملائم ألفاظ موضعها الملائم فالمفرد يليه المفرد نعم والجملة تليه الجملة وده نسق تركيبي يعني استطاع ودلع على كده الازدواج اللي هو وحطه لنا يا أستاذ صلاح نعم والسجع كمان تمام الذي تنوعت أشكاله في هذا النص نعم والازدواج الذي تنوعت أشكال في هذا النص تعددت الأنواع أو تعددت الجمل التي أتى فيها الازدواج تمام دكتور محسن يعني احنا كده انتهينا من نص والتعليق التكافل الاجتماعي بالإسلام والتعليق يعني يعني انت ايه رأيك في أهمية هذا النص هذا العام والله هذا النص مهم لكل المجتمعات الإنسانية وانا بقرر مرة أخرى لو أن كل المجتمعات الإنسانية نفزت تعاليم الإسلام في علاج قضية الفقر ما وجدنا فقيرا على زهر الأرض وفي عقال أوس الصلاح هذا التكافل الاجتماعي كان موجودا في زمن عمر بن عبد العزيز لدرجة أن الذئب كان يرعى الغنم في عهد عمر بن عبد العزيز هذا مثال وكان المثال الحي قبل ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحاب كان هناك فقراء ولكن الفقراء كانوا يجدون من يوفر لهم سبل الحياة الحرة الكريم أما نحن اليوم فالكسيرون يكنزون المال يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون لست أرى السعادة جمع مال للجملة الأخيرة ولكن التقي هو السعيد شكرا لك دكتور شكرا لك على الصلاة بعد هذا العرض الرائع ليس لنا طلاب الأعزاء سوى أن ندعو الله أن يجعل التكافل والتضامن بين الجميع وأن يسود المجتمع المحبة والرخاء والود وأن تنتقل هذه الأمور للطلاب الأعزاء ويجتهدون وينطركون إلى الأمام بإذن الله وأذكركم بأن لن نلقاكم إلا في العام الميلادي القادم فبإذن الله يعني نتمنى لكم يعني أن يكون عاما مليئا للجميع والسعادة والفرحة عشرين عشرين بإذن الله كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الجديد وبإذن الله نلقاكم على خير ويعني كل عام والإخوة المسيحيين بكل خير بمناسبة عياد الميلاد شكرا لكم إلا أن نلقاكم لكم لنا عزيب الأمان شكرا لكم